السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم متابعين في كل مكان وامكملين مع بعض حنزاكر مع بعض إن شاء الله اشرحوا معاكم بطريقة سهلة وبسيطة لكن اتمنى من حضراتكم تعملوا اللايك للفيديو لو اول مرة تشوفوا القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة تعالوا مع بعض نبدأ باهم الكلمات او الكلمة معايا وهي بلاجين اللي هو التدوين يعني ايه التدوين يعني انك انت تكتب شيء ما فيه مدونة عبر الانترنت ودرسين النهاردة كله بتكلم عن بلاجين اللي هو التدوين فهنتعرف على معنى الكلمة دي اكتر من خلال درسنا طيب مهندس معماري معناها architect 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 مهندس معماري هولندا معناها the netherlands the netherlands the netherlands حقول معناها فيلز 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 مختلف different 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 موضوع طابق 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 بيئم معناها ecological 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 معناها بيئم pot معناها اناء pot pot منظر طبيعي landscape 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 معناها منظر طبيعي منزل ريفي farmhouse 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 البيت المقلوب اسمه the upside down house the upside down house the upside down house اللي هو البيت المقلوب يناسب معناها fit 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 يناسب بوابة gate 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 يعني بوابة يسخن معناها heat 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 ايه ضوء light 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 يعني ضوء طيب القمة معناها top 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 اللي هي القمة تعالوا شوف مع بعض الصفات فيه عندنا positive في positive adjectives وفيه negative adjectives صفات ايجابية وفيه صفات سلبية عندنا الصفات الايجابية ذي funny 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 معناها مضحك او مرح يعني awesome 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 مدهش او مذهل هنا كمان brilliant 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 معناها رائع او متقلق cool cool يعني رائع او ممكن تيجي بمعنى معتدل البرودة friendly 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 ودود interesting 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 يعني شيء الصفات اللي بتكون negative يعني صفات بتكون سلبية لما اقول awful 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 معناها فضيع طيب ايه تاني عندنا annoying 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 معناها ايه معناها مزعج ومملة معناها boring 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 طيب في هنا كده نص مراحزات يعني ايه كلمة plugin يعني ايه كلمة plugin اللي هو التدوين ان التدوين معناه to write about something in an online blog معناها انك تكتب شيء ما في مدونة blog معناها مدونة online عبر الانترنت انك تكتب حاجة عبر الانترنت طيب بعد كده يعني ايه بي بي معناها ecological ecological يعني ايه ecological معناها معناها مرتبط بالكائنة الحية وبيئتها يبقى عندنا كلمة بي معناها حاجة او هو بيكون مرتبط او لعلقة بالكائنة الحية والبيئة بتاعتها تعال نشوف اللي بعده هنا بيقول استمع واقرأ هنا اول حاجة جايب كده دليدة تمام هي صاحبة المدونة اللي قدامكم دي ده شكل بيكون التدوين او المدونة وهنا عندي جايب بلاج هوم اللي هي الصفحة الرئيسية المدونة يعني عني وهنا جايب اللي هي الارشيف وهنا اليوم اللي كتبت فيه المدونة للتاريخ والشهر طيب المدونة بعنوان ايه بعنوان unusual هومز يعني بيوض غير عادية بتقول هاي مين امي دليدة مرحبا اسمي دليدة and اي واحب التدوين about different things عن اشياء مختلفة this week هذا الاسبوع ام writing about unusual homes هذا الاسبوع انا اكتب عن المنازل الغير عادية this topic is very interesting for me هذا الموضوع شيق ليا because my mom's an architect لاني والتي مهندسة معمارية صور لذلك she sometimes takes me to see some brilliant places بيقول لذا فهي تأخذني احيانا لرؤية بعض الاماكن الرائعة it's really awesome يعني هذا انه امر رائع شايفين معايا في الاخر حط هنا علامة التحجب ده شكل المدونة المدونة دي عبارة عن ايه بتقول ان هي بتكتب المدونة دي عن اشياء مختلفة وطبعا الاشياء اللي هي بتكتب عنها الاشياء اللي هي بتحبها وبتستمتع بيها عند كتابة المدونة فبالتالي هي بتكتب الاشياء دي فحاجة اسمها اللي هي المدونة تمام طيب ايه تاني لازم المدونة دي علشان نكتبها تستخدم فيها كلمات واسلوب يكون صيق وطبعا لازم نستخدم فيها لو بتكلم عن حاجة فيها تعجب او بعبر يعني سوري عن حاجة تمام الحاجة دي يعني فيها تعجب فبالتالي بحط علامة التعجب وممكن كمان كده احط مثلا او في حاجة مثلا مضيقان بحط مثلا ساد فيس او حاجة بتضحك مثلا في حاجة مضحكة بحط مثلا عندنا يعني وجه مضحك تمام وزي ما اقول المدونة دي بتعبر عن رؤي اتجاه الشئ ده اللي بعد وبيقول انا وجدت يعني المنزل الغير عادي ده في هولندا عبر الانترنت انه المنزل المقلوب شايفين معين هو حط هنا ايه حط هنا علامة التعجب يبقى ان المدونة بنحط فيها علامات تعجب يعني بيقول انه حقا منزل ريفي قديم يعني الناس غيروا في علشان يجعلوا بيت يكون حديث العمل ده يعني عمل جيد جدا لان كل الشباب في الأعلى لذلك يمكنك ان تحصل على الكثير من الضوء لوكال الناس المحليين بيحبوه بيكاز ات فت يعني هو مناسب ان ويزا لوكال لاند سكيب لانه بتلاءم مع المناظر الطبيعية المحلية بيحبوه بيقول اني الهوا والمية والشمس علشان التجفئة وتوليد الطاقة للمنازل يعني بيقول هذا رائع جدا بالنهاية بيقول يعني ما رأيك فيه وبيقول كمان يعني هل يعجبك الموضوع اللي هو اتكلم عنه ده طبعا زي بشايفين معايا في الصورة هو ده يعني ده المنزل المقلوب في هولندا طيب تعالوا كده مع بعض نتعرف على خطوات كتابة مدونة steps for writing a blog خطوات كتابة المدونة اول حاجة write about something you like and enjoy بتكتب عن حاجة انت بتحبها وبتستمتع بيها زي ما هي كتبت كده write to you readers as if you are speaking to them use constructions and words like awesome and cool ان بتكتب يعني بيقولك انك انت بتكتب لقراءك وكأنك هتتحدث اليهم وبتستخدم الاختصارات اللي هي وكلمات زي awesome زي cool مدهش وجميل الكلمات دي بتستخدمها في كتابة المدونة زي ما احنا كده قرأناها من خلال اللي احنا قرأناها دلوقتي اي تاني كمان زي ما قلنا ان احنا بنستخدم اللي هي علامة التعجب وكمان اللي هي التعبيرات الوش اللي هي احزنني واخضبني واللي هي الفاني كل الحاجات دي يعني انك انت بتعبر عن رأيك وتطلب من القراء التعبير عن ارائهم تأكد يعني من الهجاء بتاعك ان هو يكون صحيح تمام دي خطوات كتابة المدونة تعالوا كده مع بعض نحل كده الانشطة اول حاجة بيقول هاختار هنا اني انا بحب يعني عن التدوين عن اشياء مختلفة فدي بي يبقى انا حكت كده قصدها بي او هوصل لها علاقة بالكائنة الحية وبيئتها فكده هاختار دي ان هي يعني مهندسة معمارية هاختار سيم يعني بيقولك تأكد اني الهجاء بتاعك صحيح تعالوا لحل الترتيب اول حاجة طبعا هبدأ بي فكده هنا وحط نقطة هنا هقول وحط كده علامة استفهام هقول وحط وحط في الاخر علامة استفهام تعالوا نشوف اللي بعد وحنشوف مع بعض طبعا دي سؤال القراءة وهي طبعا قراءناها قبل كده نحل العطول هقول البيت موجود فين هقول يعني في هولندا هقول اصد هقول اصد اسم البيت المقلوب بيقول بيقول ليه البيت يعني بيكون ان هو بيت بيئي جدا تعالوا هنشوف مع بعض هقول because they use air water and sun to heat and make energy for the house فانا حكت بكل الاجابة دي ده عندنا كام number three number four بيقول where are the windows اين شباب بيك هنا بيقول the windows are the top يعني في الاعلى فدي number four بعدين في السؤال الخاص السؤال ده الاجابة بتاعته موجود تمام طيب تعالوا كده مع بعض خلاص هو الدرس بتاعنا كده خلص عندي مراجعة على بالكامل زي ما شايفين معي ودي كده البيت اللي انا قلت عليها في الفيديوهات السابق دي فيها البيت اللي انا ما طيب باكده هنا في الجزء الخاص بالاملاق بيحفظ الكلمات ويبدأ ان هو يسمع الكلمات في الجزئية دي تعالوا الاخر جزئية معنا وهو اكتيف دي اونت سابن اجلط على يونت سابن حبدأ دلوقتي اقرأ الفقرة وحضراتكم هتستمعوا الي هنا هنا my uncle is a scientist and loves animals when he was younger he traveled a lot in south américa for work he loved it there because the people were very friendly and helped him with his work تمام تعالوا كده نبدأ نحل الأسئلة بيقول my uncle is a teacher لا هقول اجابة false لحنا قلنا scientist he loves animals he loves animals بيحب الحيوانات هقول he traveled a lot in south américa for work هو صافر كثيرا في جنوب امريكا للعمل هقول له in south américa people were unfriendly في جنوب امريكا بيقول الناس غير ودودين هقول اجابة false السؤال اللي بعده كمان listen تعالوا كده نبدأ نسمع السؤال بيقول هنا hi my name is zalida and i like blogging about different things this week i'm writing about unusual homes this topic is very interesting for me because my mom is an architect تعال نبدأ نحل هقول اول حاجة i like انا بحب اي هقول blogging about different things i'm writing about unusual هقول homes انا اكتب عن منازل غير عادية this topic is very الموضوع صيد جدا my mom is an يعني ماما اي هقول an architect تمام تعالوا نحل بيقول read and match where do you live يعني اين تعيش اعيش في طنطة فدي دي تمام اسفة مش واضحة in the middle of the room في منتصف الغرفة هاختار هنا there is a table you get table trapeza فدي same i met her in انا قبلتها في اين هقول زقازيك two years ago في الزقازيك يعني منذ عامين فدي اي هنا the mud bricks اللي هو الطوب اللبن هاختار هنا keep homes cool بيحفظ المنازل باردة هاختار بيم ancient يعني القدماء المصريين وضعوا ايه هقول ما لابسهم في صناديق خشبية هاختار هنا ايه تعال نشوف البعض دي قرأناها قبل كده هنحل عطون عكس كلمة طولر حكسها ايه معناها قصير يعني كان يوجد هناك اللي هي الحصرة دية طيب يعملوها عشان ايه sit and sleep on بيجلس وين وين وعليها كيف كانت منازل اللي هو الريف المصري تعالوا هنا مع بعض نشوف هقول فكده عندنا دي ايه دي ثري number number how many floors did people build their houses and cities كما عدد الطوابق اللي الناس يعني بنوها في منازلهم في المدن تعالوا نشوف المدن بيقول هنا ايه ins بيقول with two floors يعني فيها اكتر او فيها طابقين تمام تعالوا كده مع بعض نشوف اللي بعده الخاص بالترتيب اول حاجة هقول what what does them home عندنا كده look like وحط كده علامة استفهام هقول how do we round round كده for decimal numbers كده وكده وحط علامة استفهام هاول وحط نقطة تمام وحط كمان كده سكس نقطة اللي بعده سؤال خاص اول حاجة طبعا هبدأ بحرف هنا في حرف وبعد هنا حط نقطة طبعا هنا شارم الشيخ طبعا هي جهزة هنا حبدأ ب W وهنا طبعا هو عملها وحط كده علامة استفهام بعد كده السؤال خاص بتكلم عن عن المنازل المصرية القديمة بيسأل هنا بيقولك أين المنازل دي هيتكلم يعني في المدينة ولا في في اللي هو الريف المنازل يبدو شكله من الخالج تعالوا كده مع بعض نكتب البراجراف ده أول حاجة تعالوا مع بعض البراجراف ده حقول إيجيبت مني بيبول ميت ذير هوم ني نير ذا ني ال ني ذا كونتري سايد حاوس يجلي only had one floor and they also had a garden they grow vegetables and kept chickens ذا أنا هنا في البراجراف ده اتكلمت عن البيوت في كونتري سايد في الريف لو أنت عاوز تكتب عن كونتري سايد اكتب عاوز تكتب عن سيدي البيوت يعني في المدينة اكتب زي ما تحب لك أنا اكتبت عن البيوت في الريف وكده يكون خلصت معنا الوحدة السبعة انتظروي ان شاء الله في يونيت ايت أتمنى لكم التوفيق والنجاح باي باي